شكرا كريمان اه بتاعات محملة زي ما كانت بتتشار كده ايام الجاهلية يجو ارباع شايدين محملة بالدهب بالدهب ها عشان الجيش التونسي يلعب لعبته ويرجع الشعب لحضرته وكده بقى دازم تفهم ان ده عرض على هؤلاء لم يجدوا خائن في الجيش التونسي لم يجدوا خائن سامعني خائن في الجيش التونسي بقى لهم ثمان سنين خائن كحافتر او السيسي ولله الفضل والنعمة وربنا يدمها عليهم نعمة عشان كده بقولك عضع الحرية بالنواجد هكذا فعل الجيش التونسي فليه الف 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 تحية مش تحية واحدة انت بتحترم الدكتور لما بيقدي شغله ما بيعملش اكتر من شغله بتكاد تقبل رأسه لما يعالج مريضك بشكل احترافي كدكتور متبقاش محتاج منه اكتر من كده متبقاش محتاج ان هو يكون مهرج او ممثل ويعمله فقرة تمثيلية عشان تقول لا 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 انت اول ما يقدي دوره فكفى بتحترم المهندس تماما لما يقدي دوره ويبني العمارة على اساسات هندسية صحيحة وكل حاجة تاخد حقها بما يرضي الله وما يغشش في اي حاجة ويكون عنده رؤية وبعده ويعرف يعمل شكله العسكري ابن عمك ولا بتقعد على العجلة يعملها لك بعدين يطلع فيه اتنين اسمهم محمود السيسي تحية للجيش التونسي هي اللي يقوم بعمله في هذه الايام يستحق الف تحية في الظروف الطبيعية اللي عمله الجيش التونسي ده الاداء الطبيعي ومين قالك ان الوطن العربي ده منطقة طبيعية من العالم الشعب التونسي هتفة لفلسطين الشعب يريد تحرير فلسطين ما بيدفعش تمن غالي جدا بقاله تمن سنين قابدا على حريته اوعى تفكر ان بقاء تونس في طريق الديمقراطية تتأخر شوي وشرف تبا